موسيقى صرح الطهر بالخوجة وزير الداخلية في عهد برقيبة في احدى القنوات الخاصة اللي عودت الباجي لحياة السياسية مجرد مضي على الوقت واللي الرأي هذية يتقاسمه مع سي أحمد المستيري وأحمد بن صالح ومعنا في البلاتو سي الباجي قاس سبسي بش يعطينا موقفه من الموضوع ايوه فبحيث وجودي انا مضي على الوقت هكا ما يعرفش سيد طهر متاعك اللي برشاة تراح تربحت في الوقت الضايع يا ولدي انا نقوله اللي ما دام لاربيتر ما زفرش معناها البرتي ما زالت موفاتش واذا هو علق الصبات على بكري انا نقوله اللي الباجي ما زال يكور محترف زادة يا وقال لك زادة اللي ترشح متاعك لرئاسة ما يخدمش مصلحة البلاد يا ولدي انا ترشح تحكي عليه تي انا مترشح دو فيس ومن غير ما نلعب في دور المجموعات ونزيدك زادة اللي عم الطهر ما يعرفش التكتيك متاع الكوع والبوع كيفاش عم الطهر ما يعرفش التكتيك متاع الكوع والبوع في بالي ما تخرجين من نفس الجمعية فبحيث يا حسن يا ولدي وقت اللي كنت أنا تيتولير عمك الطهر كان ديما على البنك والانترنير يا رحمه كان مغروم بيا برشا خاطر لطراح الصحاح ما نجيبهم لو كانانا العد التنازل 23 اكتوبر بدأ زعم الحكاية فيها سعود ولا تعريض زنود على كل حال سي حمادي جبالي رئيس الحكومة المؤقتة مشا يشوف في سعده في بير جرب سعدك سي بزا اخي ما تقوليش وينو اللي يكون برافو سي ساليكم انا جبالي انا جبالي انا لو زير لو اما مكشي مطو حكومتنا راه حرة اما لو فانتروة على برا انا حتني الغنوشي اما لوينو علوشي مم وينو علوشك هبداي بقول الكوسيليات اختاري النأبى في الانتخابة الغغغ نتصور 4 سوائع خاطر بطبيعته مرزان ونحب نزيدك حاجة فليكس نجز من خارج الغطاء الجوي واخلطت قبل الدستور شكرا ليك سيحمى ما زلنا باش نحكيه اما بعد ما ناخذ رايس المنصف المرزوقي تفضل سيد الرئيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيلمنصف لباسة؟ مش ويا مسمعت شاي هذيك السلام عليكم بسرعة الصوت يا اخي ماليتش هكي الولاية فليكس كيفاش طايش روحه مسماء صح عليه مش كيفيانا طايش تروحي في الترويكا وملقفني حد انا اتفرش فيها في قنشاسا والتلفز انواري بلون على قدها خالطين على نقطة بيضة بصيف وكلمت مدام هيلاري كلينتون وباركتلها وعدتني وطمنتني وقاتل ياسي المرزوقي المرة الجاية باش نطايشو كنتي يعطيك الصحة سيد الرئيس يقولولي زملائي في الحافة انه ابراهيم القصاص عنده ما يقول على كلام منصف المرزوقي وعلى الموضوع بصفة عامة فضل برهم تسيب عليك هراجل توا باش توليلي فرناندو مجلان والدور من البلاد لبلاد فمات وتطلع للسماء باش تولينا منصف فليبس قداش تسافر يا منصف تاب الله احسن عندي صاحبي المكانسيان في الرئاسة قال لي الفيدونج متاع الطيارة يتعمل كل 4 وحد وتاب الله على ما دهك عليها الطيارة ولا تش بتعلميه نصل فمات ما اللي كانت تخدم بالكيروزان ولا تكيفها كيف البرويطة تخدم بالدزال يعطيك الصحة سيد الرئيس سيحمة قبل ما تغدرنا نختمو ماك الموضوع هذي يحسن اتكش مزال باش سيل مرزوقي يطلع ويرمي روحو يولاد يردوا بالكم تخليوا تونسي يطلع وراص راضي لما يعمل اعتصام غادي ويقول لك ما نابط إلا ما تخدموا أخويا ولا تزيدوني في الشهرية ومنذ مدة وهو يعرض علي أن أكون وزيرا في عدة مجالات فأراد أن يكون وزيرا للبيئة والتشجير وتشجيع الطحالق سيبو جرى وزير في أمريكا هذه حاجة ما تتصدقش هذا شيء معقول جدا فرأيتم كما نجح الأخ بالخادم كوزير أول في السودان والكفاءات الجزائرية معترف بها في كل مكان وحتى الأخ يحيى عرض عليه أن يكون وزيرا للصيد في الشهر سيبو جرى بطبيعة الحال قبلت العرض لأمريكي هذا لا يا أخي أنا لا أريد وزارة في أمريكا وبلادي تحتاج لي ودائما أنا في خدمة المرادية ولكن في الجزائر حتى حد ما عايت لك هذا صحيح ولكن ربما الحكومة أو المرادية ضع منهم رقم هاتفي فقد بدلت الشريحة إلى بيس فسوف أذكرهم برقمي لأن الذخرة تنفع المؤمنين ورقمي هو سيبو جرى لكن ممنوع لي بش نعطي النومر في المباشر أما فهمني كيفاش أنت في المعارضة وتحبتك وزارة لا يا أخي أنا معارض وأحب المعارضة وخاصة لما تكون من داخل الحكومة فذلك سهل وأبقى وأحلى فهذا المعارضة بالمرسوداس وهذه الأمور شيء جميل جدا فأذكر المرادية بموقعها الإلكتروني فهو www.bujerra.com فهو www.bujerra.com و السلام عليكم شكرا لك سيبو جرى و إن شاء الله المرادية تعيت لك قريبا سيبو جرى القناة في السفارة نخليكم تشوفوا معنا حسريا الحوار اللي دار بين بوجرى و أوباما هاا أعليكم سي أوباما اوو و عليكم蒲 هاي weore point But heyweore what do you want عندي يا毅 my brother أريد أن تساعدني لكي أربح في قرعة لالوتري في 2014 لا مستر بوتيرا نحن ليس شمبيونام طال فوتبول جزائر هنا لدينا مكانش بيستون انتي وصادك حك تربح ما نقدر ندير والو يا سي أوباما حقيقة أريد البطاقة الخضراء فأنا بنفسي من مشجع الإخذرار وكنت زعيم حركة الإخذرار وإن أردت بأن أكون عندكم وزير لشؤون الدينية والأوقاف فأنا أهل لها لا هنا لا يوجد وزير لا 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 يمكن إذن دعوني ألعب في أفلام شيك نوريس دور الشرير يا أخي أوباما انظر إلي انظر لقد كنت منذ بدايتي في السياسة ممثلا ماهرا أو أوكي نجم تشوف مع جيمس كامرون كاشماناتي دور فيلم تارمينتور فور ولا سبيل بارك تخرج جورد في جراسيك بارك شكرا يا أخي أعزائي المشاهدين مساء الخيري وأهلا بكم في الحقيرة في خطر لماذا أصبح المنصف المرزوقي يعاني؟ هل لهذا علاقة بالعلوش الروماني؟ هل زيارة المنصف لكينشاصة خلات الأمور مش سيبون ويدور في الحياصة؟ أم هي مصرحية تحبك وتمثل لأجل الحملة الانتخابية؟ إلى من ستميل الكفة؟ إلى الرئيس عديم الصلاحيات؟ أم لراشد زعيم البلاد؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها نستقبل وسيدان راشد الغنوشي والمنصف المرزوقي السلام عليكم وتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا يا أستاذ فيصل على الاستضافة هذه فرصة طيبة إني نجي للحقيرة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بكل مودة وبكل محبة وإخلاص نرحب بالشيخ وبالمشاهدين طيب سيد منصف ما حقيقة لقائك ببعض قيادات المعارضة التونسية مثل الباجي وحمل أمامي وشكري بالعيد أين عم صحيح؟ راهوا الواحد من جمشي نحي خشمه من وجهه أين عم قابلتهم في قصري وحكيت معهم وقلت لهم يخدموا على رواحكم راهوا موعى 23 قرب شمروا على ذراعاتكم وأكدت لحمل همامي وشكري بالعيد أنهم يعملوا إلي راهوا صالح للبلاد ويعملوا الجبهة ويقويه في المعارضة وحتى سيلباجي قتلوا راهوا النداء حاجة هاي لا يسر وباش تنفع لبلاد وتنجم تساهم في البناء الديمقراطي آم شنوع الرئاسة ينسها ما تعليقك شيخ راشد على ما قاله الآن السيد منصف المرزوقي هل هذا سبب توتر العلاقة بينكما وغضبك منه؟ آه ترايش لك عيش ولدي ما فهم ما دخلك يا فيصل آم ذر يطلع منك يا منصف والليلة نعمل في الشمعات ضربة وحدها قتل يجيبوا صغيرات القصر باش يتفرضوا قتلك ما يسالش آم تجيب لي حمو الباجي هدو ما صغيرات وتزيد تقول لهم اخدموا على رواحكم ناقص كان المرة جاية تقول لي رأوا القصر باش نكريه للنداء يعملوا فيه اجتماعاتهم واني نبى عليك كان مش واصل هكا ورأوا قصر وصكروا لكريم شو ما سيد منصف ما هو ردك على كلام الشيخ راشد الغنوشي يا سيد الشيخ اش عندنا حكينا احنا ما قلت شايراني حم الهمامي قتله صيب عليك من الحكايات الفارغة وشكري بالعيد زادة وراه الترويكا اذا حطت اليد في اليد ما يقدى حد وراه ارتل عمره ما يطيح الكيلو والباجي قعت نحكي انا وياه في امور للعلوش وقتله علي لش رومانيا رايل الترويكا بركة وكما يقول المثل التونسي اللي طراها راكب على الترويكا قلو مبروك لحصان على كل حال يدخل اعوان الصحب قطاعي الخاص والعام في اضراب عام يومي 22 و23 اكتوبر وهذا حتى يتم تلبية مطالبهم خبرت فعله معاها برشا ناس منهم سيحم الهمامي سيحمها مرحبا بيك ناكا حم الهمامي ضد الضرب هذا بربي ناكسي نحنا ضربات في البلاده هداكش مزال باش الطب يزيدو يقرفو يولادي رانا مرضى عن نعام من اللي تعملها المجلس حاشاكم كانت شوف راضية ولا عندها انجين من اللي تلمو هالنواب وجمعت الترويكا وحتى دواء منفع معاها هناك حمل امامي شدني برد فاعظامي وملقيت له حتى دواء تحتكي قابلت المنصف المرزوجي اللي هو طبيب زاد صار فيه بالوجيعة ولوشت عدواه في الكسر ملقيت كان الحمص والوعب متاع صغار اما يظهروا للطب طلعوا مزورين اختاروا نهار ثلاث عشرين خاطر عارفين انه اخر نهار للحكومة وباش يسير فيهم سكن اللي تلقاه دايخ دايخ واللي طايح للسكر طايح واللي يحبي حبوا يقرفو ويخليوهم من غير دواء شمات باش يشعفو المرة الجاية على الكرسي اي وشني الحل تاوي يا سيحمة رانا باش نقعد نهارين ليه طب والاسبيتارات ولكلينيكات الحل سهل برشا كل واحد يولي تبي بروحه واللي جات فيه اللي يصبره بره وكان ما لقيته بيهوين نحاولوا الصحف ضالروا احنا يولادي ما يلزمناش نلبسوا الحجة الخفيفة وحلل شبابك لا والماء بارد لا وخاصة خاصة الفرجة في حوارة جماعات الحكومة خطرها تنجم تعمل غرض الدم وضيق في النفس ونلصيكم زادة ما تعودونش تتفرجوا في المداولات المجلس نعرف واحد تفرج فيها التوى بالمسامر في الشوفيه متاعه وما تركزوش ما عم ترقد بن جعفر خاطر حصة يعمل الشقيقة مرحبا بيكم مرة اخرى ونرجعوا لتونس عندنا مدة كبيرة مسمعنا حتى خبر على سيلوت في زيتون واللي غيابه اثار برشة تساؤلات عند العامة والخاصة وخاصة الحكومة اللي سعات بدورها باش تلوج عليه وهذا نقل حصري المساعي الحكومة باش تلقى لوت في زيتون اتسالات باردو ترحب بكم وتعلمكم ان صلوحية رسيدكم تنتهي يوم 23 اكتابر الرجاء عادة شحن خطكم او او شنو حتى لا تخدم في الريباندور من المعارضة الواحد يستعمل الفيكس بفلوس الشاب خير الو الو يا رفع تميكوت موار اخ ما تقولي شوينو زيتون اه والله كان صدقني ربي يا سيحمادي حسب ما نعرف موجود في المعصرة لا يعود النا معصرة جترى بالو نندل خليني نطلب الشيخ يطلعش يتملح من زيتون وطردو من الحكومة الو يا شيخ يخي سيفري ملحتوه او ملح روحو وكثر الام الزلعات المدلة الاخرى لهذا قررت باش نبعدو شوية عالعينين باش يرجع لنا في فورما بعد 23 اكتوبر ان شاء الله خمسة وخميسة عليك كوتش نزيدوها بليس اس اتولي سكوتش بعد ببنتروها نلسقو الضربة واحدة على كل حال بعد اخسارة المنتخب المغربي امام منتخب المزنبيق في لقاء الذهاب واقالة المدرب البلجيكي ايري جيريتس تمكن المنتخب المغربي من تحقيق التأهل الى كأس افريقيا بفوزه في مباراة الاياب بحصيلة 4-0 معانا مباشرة السيد عبدالله بن كيران اللي باش يعطينا ارتساماته بعد هذا الفوز العريق سيد بن كيران مبروك عليكم هذا الفوز على المنتخب المزنبيقي اشكرك سي حسن هذا الفوز اتلجى صدورنا فهمتيني ولا لا 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 يمكن ان تتصورش حل انا فرحان انا والحكومة ديالي بالفوز بكأس افريقيا سمحني يا سي بن كيران اما انتم ما ترسحتوا كأس افريقيا كهو ايوه.. ولش سي وزير رياضة ديال الحكومة ديالي هيا الزراية ديال البلاد وما قدام فرحام ورا الماتش والناس خرجين كيلخصونيو وحتى السيع بضلابها العلبة السودة ديالي ما قال لي والو المهم سيد بن كيران اشني انتباعاتك بعد هذا الفوز شوف الله يغضيلك اللحكومة ديالي كانت بغى السيبادو الزكي سيت توصي حمر ليالوجه ودار فيه انا شخصيا خير كبير باي حسب رأيكم التأهل هذي تسمى إنجاز كبير بالنسبة لكم سيد بن كيران إنجازة بالنسبة لي هو بعد الانتصار لمغرب سيصبح بخير سي شباط فرحان مكيلة تعديل حكومي ولا والو الحكومة لن تسقط ولن تتفكك وسأبقى حتى فبراير 2013 لكن سيد بن كيران الاستحقاقات الانتخابية في 2012 مش في 2013 نعم ولكن أنا دابا عاد انتبهت أن كأس إفريقية غادي يكون حتى لل 2013 إذن ما زال لي شوية دي اللي وقت حتى لتماء في الحقيقة أنا لا أخفي عليك أنه كان علي مش هلادي نهضر مع الدول الملكي باش السيجارات سيمشي فعله باي سيد بن كيران نجمه قوله توا اللي تنجمه تخدمه في راحة طبيعة الحال من الآن فصاعدا غادي نركز على المنتخب المغربي لكرة القدم كأولوية من الأولويات ما كراتش أنه لو رشيد التوصية يأخذ بلاست عبدالله بها وغادي نسجل الانتصار على المنتخب الموزنبيق ضمن الإنجازات الحكومية باش حتى نعطير بعل صفر لها فاريت والتماسيح على كل حال أكد السيد محمد بن سالم أنه من المرتقب أنه يتم الترفيع في معلومة المياه للمواطن التونسي بقيمة سبع دينارات في الفاتورة الحكاية ما تعجبش برشة هكا ولا ليس يحمى اسمعني أحسن الواحد يعود عبيبانو فيه يموت فيه يحيج جمعة كاملة هذي اللي يقولوا لها أشرب ولا طير جرنك نتصور أخرتها الماء باش يولي بالكارتة كالتاليفون آخوا الكارتة تخربشها وتصبها في المنجلة ونبدأ نهار منهارات داخل باش ندوش ما نلقاشي ما نكلم راضية نقول لها بربي يصب لي بدينار لايت وكانا نحب نسيق الدار ولا نقص المعون وقتا نعديه لوفر 15200 من 11 متع الليل لـ 800 أصبع والحكومة عادة تلقاها معدية فور في فاميليا على الحسابة دايا يا سيحمة باش يوليو ثم دي زوفر حلوين آه كي أنك حاضر يا حسن اتولي كتسهلك 60 متر ومكعب ما تربح 300 بوا مرسي وبرعات توي خرجو لي زوفر متعدا وشلي واخسلي وعبيلي أما الحاجة المباية انو كتلقا الماما قصوص تبعث طوش موها سيفو بلاي وإلا دقيقة سواس فيها يترتين بلاش والله وحدك في العفسات يا حمة نمشي وتول الفن فين حضرتنا فرقة بيجي بويز أغنية جديدة بعنوان أكبر قهرة في حياتي نتفرجو أغنية جديدة بعنوان أكبر قهرة في حياتي كيف نشوف البلاد أكبر قهرة في حياتي كيف نشوف البلاد خلتها لحكومة عاري تقار في اللعبين تقار في اللعبين تقار في اللعبين تونس نرا هي مظلومة دخلوها في حياتي دخلوها في حياتي دخلوها في حياتي العيشة ولا تمشو ما يو عمري ماريت يو عمري ماريت يو عمري ماريت ايه ما ترسل في الزوالة حتى يقولوا مات يو عمري ماريت حتى يقولوا مات حتى يقولوا مات يدريك أخي الزيم اللغة رك عملت العار رك عملت العار رك عملت العار أوراقك ولت مكشوفة في جنب الخنار في جنب الخنار شبقنا بكم يا فلامة موتوا ع السلعة يصي موتوا ع السلعة موتوا ع السلعة موتوا ع السلعة هيا مرزوك هيا مرزوك يستبسي كوهرش بسافر يزباني يمشي الفلوسكم مفالك هناك حمل المني نتلك سيفسريكم مبعليوها أنا مار هيا 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 عني داري موتوا ع السلعة موتوا ع السلعة موتوا ع السلعة يجبالي سيب لحكومة فلوسك راهي وفهد فلوسك راهي وفهد اكبر قهرة في حياتي كيف نشوف البلاد اكبر قهرة في حياتي كيف نشوف البلاد خلتها لحكومة عري تقار في اللعبين تقار في اللعبين تقار في اللعبين هاي واه تابي حيثو أكبر قهرة بالموسيقى نخلطوا النهاية أخبارنا أتشاو وتسبح على خير اشتركوا في القناة